بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائنا 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 أفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم 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 بأنوان المتتابعة قبل أن نعرف مع بعض يعني كمية وتابعة تذكر مع بعض درس كنا خدناه قبل كده على مدار مرحلة البداية ومرحلة العددية كان اسمه الأنماط أنماط زي ايه مثلا يعني كان عندنا حاجة زي النمط ده كده واحد تلاتة خمسة سبعة وهكذا نمط عددي والنمط العددي ده هو عبارة عن ترتيب من مجموعة من الأعداد الحقيقية هو عبارة عن ترتيب من مجموعة من الأعداد الحقيقية الواحدة اللي حدث دلوقتي حاليا بتلقي ضوء وبيثناول موضوع الأنمضة لكن بزراسة أكثر عمقا لو كنا نفكر مع بعض ده كده نمط زي الواحد وثلاثة وخمسة وسبعة يعني ما ينهيه اللي علاقة بين كل حد من حد ده يعني في زيادة ولا في نقصان يعني الحد طب ممكن أنا أقدر أجيب الحدين اللي انت لين في النمط طب أنا هنا بزود مثلا اتنين من واحد هنا بزور اتنين بزور اتنين بزور اتنين فلو زودت على اتنين على السبعة بقت تسع زودت اتنين بقت حضاصر تمام وهكذا طب هل ممكن أنا أقدر أجيب الحد التاسع من غير ما أعمل كامل اللي عملته ده هو أن أنا أبدأ أزور اتنين 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 ده هنعرفه النهاردة ان شاء الله في الدرس بتاعنا النهاردة اللي اسمه المتتابعات تابعات اتنين انا قام الماضي عنه الكلمة المتتابعه المتتابعه هي مجالها مجموعه الاعداد الصحيح الحديم المجابع ومداها مجموعه من الاعداد الحقيقية حيث يرمز للحد الاول بالرمز حه 1 يبقى الحد الاول عندنا حه 1 طب والحد التاني حه 2 الحد الثالث حه 3 وهكذا يبقى الحد انه عندنا حه حهنون ويمكن التعبير على المرتبعة بكتاب الحرورة بين قوسين يمكن نكتبها كده حه 1 وحه 2 وحه 3 إلى حهنون او يرمز لها بالرمز حهنون حهنون هي المتابعة ككل لكن نتبقى نكتبها واحد وهو اثنين وهو ثلاثة دي حدود المتتبعة لو وصلنا نتعرف تاني نقول هي المتتبعة هي دالة المتتبعة هي دالة اول حكرة دالة يعني ايه كلمة دالة احنا كنا قدنا قبل كده وعارفين ان الدالة هي علاقة بين مجموعتين سين وصاد بحيث كل عنصر من عناصر سين يظهر كمسقط اول مرة واحدة فقط في احد الازواج المرتبة المحددة لبيان العلاق تمام يبقى احنا كنا أ��نا أن اينها كلمة دالة اللحظة أن حدود المتتبعة اللي هي ديت مثلا دي كده دي حدود المتتبعة اللي هي الحدود واحد وهو اثنين وحatto الثلاثة اللحظة أن الحدود ديت مالها بقى هي صور عناصر مجال المتتبعة وخلي بايد اللي أنا لما أقول حه نون بس كده ده اسمه الحد النوني أكل لكن لما حد حه نون بين قسين كده ده رمز بيعبر عن المتتبعة باللحظ ان المتتابعة تخضع لترتيب عناصره لان حول بتاعتها يعني ا مناه الفيديوه حول ترتيب عن42 مجموعات بتأريد حول بتاعتها المستبعب stability و هو حدود باللحظ تخضع عن الترتيب عناصرها مجموعة لا تخضع لكن بينما المتابعة قد تتقرر عاد جدا وده هنشوفه تبعا ان شاء الله عندنا بعد كده تعريف جديد هو المتتبعة المنتهية والمتتبعة غير منتهية المتتبعة المنتهية عدد حدودها منتهي يعني عدد حدودها منتهية يعني يمكن حصره أو عده طب امتى بتكون المتبعة غير منتهية؟ اذا كان عدد حدودها غير منتهي أو عدد لنهائي من العناصر نتبق بقى نحن ناخد امسادي ونشوف اول مثال معانا يقول اكتب كل من المتابعات التي حدها النوني يعطى بالعلاقة رقم الف حه نون بتساوي نون قس 2 نقص 1 الى خمسة حدود بداية من الحد الاول وبقى حه نون بيساوي سالب واحد قس نون على الاثنين نون زائد واحد الى عدد غير ممنتهى من حدود بداية من الحد الاول اول حاجة هنقول الحل نتبقى نحل رقم الف رقم الف بقول لعندي الحه نون بتساوي نون قس 2 نقص 1 الى خمسة حدود ابتداء من الحد الاول او قلت رقم الحد الاول يعني نون بتساوي واحد يبقى بوضع نون بتساوي واحد فانا نبدأ بقى نعوض عن كل نون بواحد يبقى الحه واحد بتساوي نون قس 2 اللي هو واحد قس 2 نقص الواحد اللي هو واحد نقص واحد يديني صفر طب بوضع نون بيساوي اتنين يبقى الحه اتنين بيساوي اتنين قس 2 نقص واحد اتنين قس 2 باربعة نقص واحد يديني تلاتة بوضع نون بيساوي تلاتة يبقى حه تلاتة بيساوي تلاتة قس 2 نقص واحد تلاتة قس 2 بتسعة نقص واحد يبقى تماني لما نحط النون بيساوي اربعة يبقى اربعة بيساوي اربعة قس 2 لاب 16 نقص واحد يديني 15 وقال لي إلى خمسة حدود يبقى النون بيساوي خمسة لما النون بخمسة يبقى خمسة بيساوي خمسة وعشرين هي خمسة تربية نقص واحد يديني اربعة وعشرين يبقى احنا كده هو بيبدأ يحدد لنا ابتداء من الحد الهول لغاية قد ايه ونبقى نكتب المتابعة اللي عندنا المتتابعة هي طلعنا اول حد صفر وثلاثة وثمانية وخمستاشر واربعة وعشرين يبقى المتابعة عندنا هي صفر وثلاثة وثمانية وخمستاشر واربعة وعشرين اللحظ صبعا المتابعة ديت متابعة منتهية يعني علد حدودها محدد منتهي نجيب رقم بق رقم بق بقول لحنون بساوي سلب واحد والسنون على اثنين نون زائد واحد برضو بقال لك العدد غير منتهي بحنا نبقى نكتب كذا نبقى نبقى نحط كذا حد ويبقى عدد غير لانهائي من الحدود دي رقم برضو من الحد هي الاول يبقى بوضع دي رقم بق يبقى بوضع نون بيساوي واحد يبقى الحه واحد بيساوي سالب واحد قس واحد على الاثنين في واحد زائد واحد يبقى الحه واحد هيديني سالب واحد على اثنين في واحد باتنين زائد واحد يبقى سالب واحد على تلاتة طب ما النون بيساوي اثنين يبقى حه اثنين ابدأ احسب على ايها بتديني واحد على خمسة طب الحه النون لما النون بيساوي تلاتة يبقى الحه تلاتة سالب واحد قس تلاتة اللي هي بسالب واحد على اثنين في سالاتة بستة واحد سبع يبقى سالب واحد على سبع طب ما النون بيساوي اربعة يبقى حه اربعة هيديني واحد على تسع والنون بيساوي خمسة هلأ ان حه خمسة هيديني سالب واحد على حداشر وهكذا اللي هي المتابعة غير منتهية يبقى المتتابعة هي سالب واحد على تلاتة واحد على خمسة سالب واحد على سبعة واحد على تسعة سالب واحد على احداشر وهكذا اللحظ بقى عندي المتابعة اللحظة المتابعة دي متتابعة متذبذبة يعني ايه متتابعة متذبذبة يعني احد حدودها موجب والاخر سالب او العكس يعني مثلا اول حد عندنا سالب واحد على ثلاثة سالب الثاني موجب الثالث سالب الرابع موجب حد موجب او بعدها حد سالب او العكس حد سالب وبعدها حد موجب دي بنسميها متتابعة متذبذبة عندنا بعدها حاجة اسمها الحد العام للمتتابعة ايه الحد العام للمتتابعة ده؟ الحد العام للمتتابعة او بنسميه بالحد النوني اللي هو حهنون يعني هو حيس حهنون دي هو صورة العنصر الذي ترتيبه هو نون ويمكن استنتاجه احيانا من خلال حدود معطال المتتابعة وذلك بادراك العلاقة بين قيمة الحد ورطبته مثال مثلا او عندي متتابعة زي اتنين اربعة ستة تمانية دي ايه؟ دي متتابعة العام الزوجية كلنا انا عارفينها الحهنون فيها بقى بيساوي ايه؟ بيساوي اتنين نون يعني لو جيت عوضت عن النون مرة بواحد يبقى اتنين في واحد باثنين طب لو عطا عنها باثنين يبقى اتنين باثنين باربعة طب عطا عنها بتاعت نون بستة بآ او نون يساوي اتنين نون نقص واحد لو جيت عوضت عن النون بواحد يبقى 2 في 1 ب2 نص 1 اوطى عن النوم ب2 2 في 2 ب4 نص 1 يبقى لو يبقى ده الحد العامل ارتبعة ببدأ لو يتعوط عن قيم النون يبقى دين حدوم ارتبعة دي يعني مثلا طبعا دين ارتبعة زي سالب 1 على 3 1 على 4 سالب 1 على 5 1 على 6 دي متابعة متزبزبة الحد النون بتاعها بسالب 1 والسنون على نون زائد 1 لو يتعوط عن النون ب1 يبقى سالب 1 والسنون بسالب 1 1 زي 2 ب3 يبقى سالب 1 على 3 يبقى ده يسمى عندي الحد العام للمتتابعة عندي تمرين بعد كده بقولي اكتب الحدود الخمسة الاولى وكذلك الحد العام للمتتابعة حنون المعرفة كالاتي ح 1 بساوي 2 وحنون زائد 1 بساوي 2 حنون حيث نون اكبر من او بساوي الواحد الحل لما يجيلي سؤال زي كده بابدأ اعوض عن قيم نون واحد واثنين وثلاثة اربعة وخمسة في العلاقة اللي هو من الدهالي اللي هي علاقة دي اللي هي حنون زائد واحد بابدأ بالتعويض هقوله بالتعويض عن قيم نون بتساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في العلاقة اللي هو الدهالي حنون زائد واحد بيساوي اتنين حنون وقال لي بقى حيث نون اكبر من او بساوي الواحد يبقى الواحد معانا يبقى اول حاجة بيوضع نون بيساوي واحد في العلاقة دي لما يحطوا النون بيساوي واحد حه واحد زائد واحدة اللي هي حه اتنين بيساوي اتنين حه واحد وانا عندي الحه واحد بكام حه واحد باتنين يبقى الحه اتنين بيساوي اتنين في اتنين باربعة اربعة رات اللي هي اتنين قس اتنين لما حط النون بيساوي اتنين يبقى عندي حه تلاتة بتساوي اتنين حه اتنين يعني الحه تلاتة بيساوي اتنين في حه اتنين اللي هي ب 4 بيساوي 8 8 يعني معناها 2 قص 3 طب لو جيت حط طب لما حط النون بيساوي 3 يبقى عندي ح 4 بيساوي 2 ح 3 يبقى الحاها 4 عندي بيساوي بيساوي 2 في 8 بيساوي 16 اللي هو 2 قص 4 طب لو جيت عوض عن النون بيساوي 4 يبقى عندي ح 5 بيساوي 2 ح 4 يبقى الحاها 5 بيساوي 2 في 16 بيساوي 2 و 30 اللي هو 2 قص 5 يبقى احنا كده عندنا الحدود الخامسة اللي هو طالبها عندنا حاها 1 عندنا حاها 1 هو من دهالي بيساوي 2 وعندنا حاها 2 اللي هي بيساوي 4 حاها 3 بيساوي 8 حاها 4 بيساوي 16 حاها 5 بيساوي 32 يبقى كانا هو عايز اول حاجة الحدود الخامسة يبقى الحدود الخامسة الاولى للمتتابعة هي يبقى 2 واربعة وتمانية وستاشر واثنين ودلاتين وعايز بعد كده عايز الحد العام للمتابعة عايز الحا نون انا ملاحظة عندي اول حاجة ان حا واحد حا واحد بتساوي 2 2 هي 2.1 بعدين حا 2 2.2 2.3 2.4 2.5 يعني معنى كده ان الحد العام عندي روحة نون لمتتابعة يبقى الحد العام للمتتابعة اللي هو الحا نون بنقصين كده هو حا نون بيساوي 2 اس نون يبقى نا عند الحد العام للمعادلة حا نون بيساوي 2 اس نون اما اجا اقول لك عايز الحد الخامس يبقى نون يبقى 2 اس خمس عايز الحد السابع يبقى 2 اس سبعة عايز الحد العاشر يبقى 2 اس عاشر وهكده يبقى انا لو طلب مني اي حد اردبت اي حد اقدر يبهوله باستخدام الحد العام للمتتابعة بعدين كده ان نين حاجة جديرة متابعة تزيودية ومتابعة التناقصية يعني متابعة تزيودية ومتابعة تناقصية قبل منعرف التعريف هنبدأ نضرب مسال مثلا كده لو احنا عندنا مثلا سلب خمسة سلب واحد تلاتة سبعة حداشر خمستاشر وهكذا وعندنا مرتبعة تانية أربعة اتنين واحد نص ربع ثم وهكذا بقى لاحظ زي في المتخل المرتبعتين دول لو اننا جاء بسط المرتبعتين دول ألاحظ زي ألاحظ المرتبعة الاولى ألاحظ ان السلب واحد اللي هو الحد التاني ده أكبر من السلب خمسة والثلاثة أكبر من السلب واحد والسبعة أكبر من الثلاثة يعني المتتابعة دي كل حد من حرد المرتبعة أكبر من الحد السابق له مباشرة طب المتتابعة التانية أربعة اتنين واحد ألاحظ ان كل حد المرتبعة أصغر من الحد السابق له مباشرة يعني المرتبعة الاولى دي متتابعة بتزيد كل حد بزيد عن الحد السابق يبقي لنا لسانتيج يبقي لنا أي حالات متابعة تزايدية ومتابعة دي ثانية متابعة تناقصية يبقي لنا تعريف متابعة حنون تسمى متابعة تزايدية إذا كانوا حنون زيد واحد أكبر من الحنون يعني أي حد أكبر من الحالي سبق لها مباشرة المتابعة التناقصية لو الحهنون زائد واحد اقل من الحهنون يعني الحد اصغر من الحد السابق له مباشرة دي بنسميه متابعة تناقصية فانا كانت مرتبعة التزايدية ومتتابعة التناقصية ومتابعة المضافية ايه هي المتتابعة السابقة ايه هي المتتابعة السابقة احنا قلنا متابعة تزايدية كل حد بزيزة عن القبله مرتبعة التناقصية كل حد بيناس على القبله طب المتتابعة السابقة هي متتابعة جميع حدودها متساوية يعني ايه يعني الحهنون بتساوي الف دي مرتبعة سابقة وقد تكون منتهية او تكون غير منتهية عندنا تمرين بين اي من المتتابعات حهنون تزايدية وايها تناقصية وايها غير ذلك عندنا اول متتابعة لها رقم الف حهنون بيساوي اثنين نون زائد ثلاثة يبقى احنا عندنا دي المتتابعة يبقى احنا عشان نعرف متابعة تزايدية ومتابعة تناقصية بنبدأ نجيب الحد التالي بدأ الحد الاول هو حهنون نتبقى نجيب حهنون زائد واحد لكل واحدة من ثلاثة دول ونتبقى نشوف لو اكبر يبقى تزايدية لو اقل مرتبعة تناقصية وهكذا يبقى اول واحدة معانا رقم الف هنتبقى نجيب حهنون زائد واحد طب بتساوي ايه بتساوي اثنين في نون زائد واحد زائد ثلاثة يعني بتساوي اثنين نون زائد اثنين زائد ثلاثة يعني بتساوي اثنين نون زائد خمسة يبقى الحهنون زائد واحد بيساوي اثنين نون زائد خمسة بعدين هطرح الاثنين من بعض هطرح حهنون زائد واحد نقص الحهنون هيبقى 2 نون زائد 5 ناقص 2 نون زائد 3 يعني بساوي 2 نون زائد 5 ناقص 2 نون ناقص 3 2 نون رحت معا 2 نون 5 ناقص 3 2 والاثنين ديت اكبر من الصفر معناها ان المتتابعة ديت متتابعة تزايدية لجميع قيم نون يبقى احنا كده اما طبعا عندنا متتابعة تزايدية لجميع قيم نون نبدأ نشوف رقم بقى رقم بقى بقول لي حنون بساوي 1 على 3 نون ناقص 1 هنبدأ برضو نجيب نفس الكلام حنون زائد الواحد حنون زائد الواحد بساوي 1 على 3 نون زائد 1 ناقص الواحد بساوي 1 على 3 نون زائد 3 ناقص 1 بسوى 1 على 3 نون زائد 2 وبعدين نبدأ نجيب حهنون زائد 1 نقص الحهنون حهنون زائد 1 بسوى 1 على 3 نون زائد 2 نقص 1 على 3 نون نقص الواحد نبدأ نوحد المقام يبدأ نوحد المقام على 3 نون زائد 2 في 3 نون نقص الواحد يبدأ هنا دية 3 نون نقص الواحد نقص 3 نون زائد 2 يبدأ بساوي يبدأ بساوي 3 نون نقص 1 نقص 3 نون نقص 2 على 3 نون زائد 2 في 3 نون نقص الواحد لها بتساوي 3 نون مع 3 نون سالب 1 وسالب 2 يبدأ سالب 3 والمقام ده زي ما هو هلاحظ ان البسطة عندي ايه هلاحظ ان البسطة عندي سالب سالب يبقى القيمة كلها تطلع بالسالب وانا كان عندي الحد النون الحد السابق كان موجب يعني الحد نص يبقى المتابعة دية متتابعة تناقصية لجميع قيم نون نبدأ نشوف اخر واحدة معانا انجب لها طبعا ما حتى تعودنا ها نون زائد الواحد بيساوي سالب واحد قص نون زائد واحد على 2 في نون زائد واحد زائد الاربعة يبقى هذا الحد الحد التالي هنتبقى نطرح حه نون زائد واحد نقص الحه نون هيدين سالب واحد قص نون زائد واحد على الاتنين نون زائد واحد 2 في نون زائد واحد زائد الاربعة ناقص ناقص الحهنون اللي هو سالب واحد والسنون على الاتنين نون زائد الاربعة الاربعة عالية هتروح مع الاربعة لشان هنا بالسالب هطلع لفناخد المقدار ده بيوساوي سالب واحد السنون زائد واحد في اتنين نون زائد واحد على اتنين نون في نون زائد واحد ولاحظ ان المقدار ده موجب عندما النون ديت هتكون عرد فردي لان لما السالب واحد ان لما النون ديت هتكون بعرد فردي عرد فردي زائد واحد دينا عرد زوجي في الحالة ديت يبقى الشرس سالبة هتختفي يبقى العادة كله هيطلع عدد موجب اما لو كان النون ده عدد زوجي يبقى القس كله هيبقى فردي بالتالي السالة وتفضل موجودة يبقى العدد كله هتكون قيمته سالبة اي ان المتابعة ليست تزايدية وليست تناقصية لما احنا خدناها متتابعة متزبزبة مرة موجب ومرة سالب او العكس وبكذا نكوني تناقصية من درس النهاردة هنتظر ستصاركوا على الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفهم نتعلم ببساطة